دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواركن فرج سالمين البحسني الحملة العلاجية الجراحية بلسم واحد بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية بدعم جمعية البلسم الدولية وخلال حفل التدشين أشهد المحافظ بالوفد الطبي السعودي الذي وصل لمدينة مكلة لإجراء العمليات الجراحية الذي سيستفيد منه عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية في القلب وألقيت في الحفل كلمات أكدت جميعها على أهمية إقامة مثل هذه المخيمات ودورها الكبير في التخفيف على المواطنين الذين لا يستطعون تحمل تكاليف إجراء العمليات الجراحية الخاصة بأمراض القلب